مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية نورتم البرنامج ونورتم الكويت نحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما عذب هذه الآية يا شيخ بشاري وكلام ربنا سبحانه وكله عذب يا السلام تلك الدار الآخرة انظر أولا اسم الإشارة للبعيد تلك تلك هذا اسم إشارة للبعيد لأن الآخرة عالية المنزلة جدا الله وربنا يدنيها ويجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض للذين لا يريدون بعدا عن عباده في الأرض ولا فسادا شوف التناسب سبحان الله تلك الدار الآخرة مريد الدار الآخرة ينبغي أن ينقي قلبه من الكبر لأنه الكبر ما هو هو حب العلو في الدنيا حب العلو العلو على النظراء العلو على العباد التزيي برداء الرب سبحانه الذي هو الكبرياء الله هذا 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 رداء ربنا لا ينبغي أن يرتديه غيره إنك لن تخرق الأرض ولا تبلغ الجبال الطول لماذا الكبر ثم الكبر أول معصية عسي الله بها هي المعصية التي كانت سببا لإبليس أن أخرج من الجنة أن أخرج من زمرة الملائكة وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافر ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه كيف تأمر للذي هو خير أي أخير أن يسجد للذي هو أدوان هذا أمر ليس واقعا موقعه منك يا رب العالمين هذا لسان حالي إبليس أنت كيف تأمر الأخير الذي هو إبليس أن يسجد للمفضول الذي هو آدم إذن لا أسجد هذا الأمر عندك لا يقع على وجه الحكمة الحكمة أن يسجد هو لي لأن أنا خير منه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين تكبرا قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين أردت العلو أنيلت الصغار على أن شيخ بشاري هذه القضية التي زعمها إبليس نقشه فيها علماء الإسلام أنا خير منه من أوائل من رأيت أنا ممن نقشه أبو علي اليوسي أحد أئمة المغاربة في القرن الحادي عشر نقشه في زعمه أنه هو خير من آدم لأن النار خير من الطين فبيّن الشيخ رحمه الله أن النار ليست خيرا من الطين وعليه فإبليس ليست خيرا من آدم ثم نقشه غير بعيد الشيخ محمد الأمين الشنقيت رحمة الله عليه صاحب أدواء البيان أيضا نقشه في تفسير هذه الآية من صورة العراف فالكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة يا شيخ مشاري مثقال ذرة يمكن لا ترى بالعين مجردة لذقتها لصغرها متناهية في الصغر هذه المتناهية في الصغر كافية أن تمنع الإنسان من ورود رحمة الله فما ظنك بالقلب المملوء كبرا نسأل الله تعظم لابد الإنسان ينقي يروي أهل الكتب والتواريخ عن جبلة بن الأيهم هذا كان آخر ملوك آل جفنة وكانوا يحكمون الشام فأسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم هو في طواف وطئ إزاره رجل من بني فزاره فلما وطئ إزاره التفت جبلته إلى ذلك الفزاري فلطمه فهشم أنفه كسر أنفه فذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب واشتكى جبله وجاء عمر دعا جبله فلما أتي به إليه قال إما أن تستحله وإما أن تقيده ما عندك شيء إما أن ترى سبيلا تستحل بها يقول لك الله يسامح وإما أن تقيده فيلطمك ويهشم أنفك كما لطمته تعجب جبله هذا ملك هذا قبل قليل كان ملكا قالوا كيف يجب أنفي كيف أن ملك وهو سوقه كأنه ليس أنا حالي يقول يا عمر أنت مجنون أنا أنا هذا قرأت مرة في كتاب لي أليكسوندر ديما هذا كتاب فرنسي من كتاب القرن 18 أو 19 يتحدث عن مرأها من النبلاء الفرنسيين الفرنسيات القدامة مما أدركت فرورة الفرنسية فتغيرت أحوال الناس وتفكيرها فرأت أن واحد من جمهور الشعب يكلمها ويرد عليها قالت كيف هذا استغرب هي هي ليست معتادة على هذا تقول كيف هذا يكلمني هذا كان يحس بالشرف إذا طمته هكذا أنا أتصور جبل من الأيهم كيف هذا يشم أنفلانيا يعني انفرود أن هذا يتشرف لما سيقال جبلة من الأيهم الذي لطمه وهشم أنفه فقال كيف أنا ملك وسوقه قال الإسلام قال جبلة كنت أظن أني في الإسلام أكون أعز مني في الجاهلية أنا إذا كنت في الجاهلية ملكان في الإسلام سأكون أكثر من هذا قال له عمر الإسلام سوى بينكما لا فضل لك عليه إلا بالتقوى أيضا طيب ما الحل الحل هو ما تسمع إما أن تستحله وإما أن تقيده فلما رأى جبله أنه لا مناس قال أتفكر في أمر الليلة ثم عن النار قال عمر طيب فلما كان بالليل ركب فرسه حتى إذا هدأت هدأت سبيل ركب فرسه وتبعه من أطاعه من قومه وفر ورجع إلى الشام ودخل عند قيصر وتنصر ارتد على الإسلام سبحان الله فجاء عند قيصر وأكرمه قيصر وعلى لكن بعد مضي حقبة من الزمن ندم جبلته جدا جدا وقال أبيته المشهورة تنصرت الأشراف من عارل طمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر لو صبرت هذا يكون لطمع ما يكون لها ضرر لو صبرت تنصرت الأشراف من عارل طمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور الله فيليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر ويليتني أرعى المخاض بقفرة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر يصر ولا يقع لها سبب آش الكبر كبر الدار الآخرة جعلها ربنا الذين لا يريدون هذا الكبر لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون الفساد مما يتعلق بهذه الآية ما وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما احتضر بن عبد العزيز نتعلم أنه ماتم سموما رضي الله عنه في مدته تلك التي كان يعالج فيها السم في مرضه الذي مات فيه دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخه فاطمة زوجته فقاله يا أمير المؤمنين تركت أولادك لا عائلة لهم لم توصي ما عندك شيء أنت ولم توصي بهم إلى أحد فهذه مائة ألف دينار وصية لهم فقال عمر يا مسلمة أو خير من ذلك تردها من حيث أخذتها فقال مسلمة جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرى فقالهم ادعوا لي بنية فجأوا يزيدون على العشرة كلهم صغار فنظر إليهم فغروا رقط عينهم الدموع وقال أفدي نفسي أفدي بنية بنفسي صبية صغار تركتهم ولا عائلة لهم بلى قد تركت لكم خيرا كثيرا يا بني إنكم لن تلقوا رجلا من العرب أو من ذمتهم إلا ورأى لكم فضلا عليهم يا بني إني فكرت في أمري وأمركم فرأيت فنظرت إما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أو تستغنوا ويدخل أبوكم النار وكان أحب إلي أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة ثم قال أخرجوا عني فخرجوا جميعا وخرجت فاطمة وخرجت مسلمة وبقوا عند الباب فسمعه يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوها إنس ولا وجوه جن ثم تلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا بسهدها والعاقبة المتقين ثم هدأ الصوت فقال مسلمة لأخته إن صاحبك قد قبض فكان ذاك آخر كلامه رحمه الله وهنا في الآية شيخ اقتران الكبر والمتكبرين بالفساد لأن الباعث على الفساد يا شيخ مشاري هو هذا الكبر رد الحق هو الكبر غمص الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق بطر الحق وغمص الناس رد الحق وازدراء الناس ازدراء الناس ازدراءهم وحقرهم استصغارهم وأن الإنسان يرى أنهم لا قدر لهم وأن القدر كله له هذا أبعد الناس عن الهداية شيخ إلا أن يتوب والله يتوب على من تاب الكبر يا شيخ مشاري مسقط من نظر الله مسقط من نظر الناس المتكبر أحمق يظن أنه بتكبره يصير كبيرا في نظر الناس شوف الفعل منه تكبر تكبر على وزن تفعلا تفعلا يعني تكلف الكبر تصنع يجهيد ليرى كبيرا وليس ببالغي لا يرى كبيرا ومن خضع لك إنما يخضع لك خضوعا آنيا لشيء عندك واقتمرت فع ذلك الشيء الآن زال ذلك الخضوع كان متشبع بما لم يعطه وهو ليس كاء بل هو متشبع بما لم يعطاه هذا الكبرياء هذا رضاء الرب سبحانه من يعطاه من يزاحم مولانا فيه وأن العقبة ليست له والعقبة المتقية ومن التقوى تركه الكبر وشوف التواضع به يحصل الرفع هذه غريبة هذه أنت تضع نفسك تخفضها وتزدرها وتحط منها هذا الحط منها يرفعة لك في عين الناس تبجيل وتعظيم وهذا الرفع لنفسك حط لك انظر إلى هذه الأمور التي تبين بأضدادها وإذن كشوف ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد أقرب أحواله إلى ربه عندما يحط عندما يضع أشمخ ما فيه في موطع الأقدام والنعال هذا رمز الكبر لذلك المتكبئ المتكبئ دائما نشوف الآن في السماء والخاضع المتأطئ المتذلل لربه أرأي تقطو إنسان متذلل لربه أدعو ربه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلى الله عليه وسلم ذاق أنه يمس راقبته من شدة توضع لما أحدث ربنا له النعمة العظيمة أحدث له التوضع العظيم ربنا سبحانه يا رفاعنا حتى نكون أقرب منه عندما نكون أخفاض شيء فهذا يذلك على السبيل التي نبغي أن تسلك لتكون لك الرفع إذن صاد حتى الخلفاء الراشدون الناظر في سيارة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء على كل حال هؤلاء من القريش أنا أحدثك يا شيخ مشاري عمن الأطراف من دوس أبو هريرة أهل الصفة أهل الصفة ما عندهم ما يأكلون أضياف إذا جاء شيء ما جاء شيء مساكين أبو هريرة بعد ذلك يصير أمير المدينة يتمخط في الكتان هو يتعجب من نفسه يا شيخ مشاري بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان الله هذا التواضع الرفع عند الله الرفع عند العباد اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم شكرا لكم فضيلة شيخ شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم